الشاعر والكاتب جبران خليل جبران بيقول كلام مهم في هذا السياق بيقول ايه؟ بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحب يعني ايه؟ يعني ما بين حاجات اتكلمنا بيها وما كناش قصدنا وما بين حاجات كنا قصدنا وما تكلمناش بيها بتضيع المحب يعني ما عايز يقول ايه؟ ان مع سوق التعبير وعدم التعبير ايه اللي بيحصل؟ بتضيع المحبة يبقى احنا لازم لما نيجي نتكلم نتكلم واحنا مختارين الكلام والكلام ده نكون مختارينه قبل ما تتكلم بكلام تتكلم مع مشريك حياتك لازم تغمسه في المناسبة وتغمسه في الجمال حاجتين تغمس الكلام في المناسبة وفي الجمال الست لما تكلم زوجها فيه حافز تواصلي اساسي عند الزوج اسمه الانجاز لما الزوجة تيجي تكلم زوجها اكيد هو طول الوقت بيحب ان هو يشعر ان هو منجس والزوج لما يكلم زوجته قبل ما يتكلم يحط في دماغه وكده ايه انسب كلام ممكن اتكلم به مع زوجتي ان انا احسسها بالامان